اشتركوا في القناة مجموعة من الاسئلة تم توجيهها اليوم في جلسة مجلس النواب الى سعادة وزير الاشغال من اهمها ما يتعلق بخطة تطوير شارع ريا وتطوير البنية التحتية في محافظة العاصمة طبعا اليوم في الجلسة العادية كان لي السؤال برلماني مقدم الى سعادة وزير الاشغال عن تطوير منحنة شارع ريا فسعادة الوزير قدم التصورات والخطط التفصيلية لتطوير الشارع واحنا بصفتنا كأعضاء مجلس النواب وقدمنا له خططنا احنا ايضا ورؤيتنا لهذا التطوير وهذا يتي في دور تكامل بيننا وبين عمل المجلس البلدي ندعم خططهم ان شاء الله في تطوير المشاريع الخدماتية في الدائرة الى ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة اعضاد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي وما جاء من مضامنا رفيعة في الخطاب خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس واهمية المحاول التي تناولها واولويات المرحلة المقبلة تشرفت اليوم مع زملائي اصحاب السعادة اعضاء مجلس النواب البحريني مناقشة مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي وهذا الخطاب جاء ليرسم خارطة الطريق للشعب البحريني وللوطن هذا الخطاب احتوى على الكثير من المحاور التي ستكون في صلب عمل الحكومة ومجلس النواب من خلال تعاون المشترك بين السلطتين وانتقل المجلس الى مناقشة المقترحات بقانون ومن ابرزها تعديل بعض احكام قانون التأمين الاجتماعي وقانون الحماية الاجتماعية وقانون لجنة المرافق العامة والبيئة والذي جاء حول قانون التسجيل العقاري مشروع الرد على مضامين الخطاب السامي كان من ابرز ما طرح اليوم خلال جلسة مجلس النواب وذلك تأكيدا على اهمية ما جاء به هذا الخطاب السامي من مضامين تحقق الطموحات والتطلعات التي تصب في مصلحة الوطني والمواطنين وترفد المسيرة الوطنية والتنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين خالد العون لمركز الاخبار تلفزيون البحرين